نظم بمجلس القضاء الأعلى بالعاصمة المؤقتة عدن حفل استقبال وزير العدل القاضي بدر العارضة وتوديع وزير العدل السابق على الغريب بحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي السالم ورئيس المحكمة العليا للجمهورية القاضي حمود الهتار والمحام العام الأول للجمهورية القاضي الدكتور علي عطبو شعوض ورئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاة انتهاكات حقوق الإنسان القاضي أحمد المفلحي وأشهد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور علي السالم بالجهود الكبيرة التي بذلها وزير العدل السابق الذي كان داعما للسلطة القضائية متنقلا بين عدد من المحاكم في المحافظات المحررة متمنيا لوزير العدل الجديد التوفيق في مهمه وأن يكون عونا ومساعدا للسلطة القضائية من جانبه أشار القاضي العارضة إلى الإنجازات التي تحققت في عهد الوزير السابق مؤكدا استعداد الوزارة للعمل مع الجميع من أجل تطوير القضاء وتحسين أدائه بحسب خطط الحكومة وقرارات مجلس القضاء الأعلى وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وعبر وزير العدل السابق علي هيثم الغريب عن مباركته لوزير العدل بدر العارضة نيله ثقة القيادة السياسية بتعينه وزير للعدل في الحكومة الجديدة متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه وفي ختام الحفل تم تكريم وزير العدل السابق علي هيثم الغريب بدروع الوفاء من قبل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للجمهورية وزارة العدل ومن عدد من المحاكم في المناطق المحررة ولهيئات الإدارية والنقابية تقديرا لجهوده وما قدمه في الارتقاء بعمل وزارة العدل والمحاكم والمعهد العالي للقضاء موسيقى